وده الحقيقة للمسؤوليتنا ومهمتنا وامنتنا نقول للي لعبتنا اللعيبة دي يا جماعة أحسن لعيبة في أفريقيا اللعيبة دي وبقالهم بطولتين بيفوزوا بالبطولة القرية والكاسو السوبر واللعيبة دي هي نفسها اللي بقالها التاني بطولة للعالم تاخد البرونزية اللي عملوه محدش عملوه بس كمان اللي بينتظرهم صعب جدا حد يكرروا عشان كده بقول لك الجائزة المرصودة لهذا الجيل من اللاعبين غير طبيعية انك لو ربنا أراد بإذن الله وكسبت البطولة دور الأبطال للمرة التالتة لا محدش عملها وصعب جدا حد يعملها تاني حتى جيل أبو تريكا وبركاته واق الجمعة الجيل الزهبي مع من والجزئ ما عملش دور الأبطال تلت مرات وربعة الشناوي وزميله عندهم الفرصة دي عندهم الفرصة ان يدخلوا تاريخ صعب جدا حد يكرروا بس الكلام ده بيحتم عليه ومسؤولية لان احنا مهما قعدنا نتكلم في تحليلات فنية وطرق لعب وتوفيق الخواجة من عدمه كله ولا حاجة قصاد تركيز اللاعبة في استغلال الفرص في حفاظ اللاعبة على لياقتهم كان المهندس عاد لي قبل كده اكتر من مرة بيشير هو انا لما يكون عندي جدوى المضغوط وحمل زيادة احافظ على نفسي احافظ على نفسي بقدر الامكان وريح نفسي بقدر الامكان واحفظ وقت وجهدي بقدر الامكان عشان كده مش يعني اه انت مسيطر وانت بتضيع بس احنا مش هنقعد نتكلم في كتير ان احنا ضيعنا لان انت اللي ضيعت يعني انت اللي كان لازم ان تركز اكتر انت اللي كان لازم في الفرص اللي اتيحت في مباريات كبيرة زي دي الفرص غالية محدش يستسهل الفرصة يعني الفرصة مهما بدت سهلة عايزة تتلعب بعناية بالضبط يعني فكرة ان انا مش موفة لا انت محتاج تركز وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمل لكن الاساس في المسألة اعمل اللي علي زي ما تقال الخلاصة مستوانا قادرين اه باذن الله اعملوا اللي عليكم وربنا حيوفانا باذن الله ده يمكن ماجد نوار في الجمهورية الاهل والزمالك في الهوى سوا بالاشارة الى الموقف اللي حصل في هذه المجموعة لكن من صاحب المنتخب المغربية ودي واحدة من الصحف المهمة في المغرب وايضا بقلم بدر الدين الادريسي واحد من كبار النقاد الرياضيين المغربة الرجل بيتكلم عن موسيماني وفيلموت وبيتكلم عن الوداد بيتكلم اولا المقالة تلت معاني بيقدر جدا بيتس موسيماني وبيقول انه الرجل ده من زمان وانا شايف انه بيأمل انه يجي دره في الشمال الافريقي وبيقولوا ان كتير لما كان بيبعت عبر المؤتمرات الصحفية رسائل غزل في الوداد وكنت اشعر انه عنده رغبة انه يجي يدرب الاخمر الاخمر يقصد الوداد لكن بيقول بدر الدين الادريسي ما كنت شاف تكر انه هيقع في غرام الاخمر الكبير اوي الاهل المصري وبيقول انه ادارة النادي الاهل المصري امتلكت من الشجاعة ومن الخبرة ومن القدرة على اتخاذ القرار الصعب ما لم يمتلكه مسؤول الوداد وبيزكي كتير بيتس موسيماني وبيعدد البطولات اللحقاها مع النادي الآلي وبيقول راكب موسيماني اول طائرة اقلته الى مصر ولطاولة المفاوضات جلس موسيماني مع الاسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الآلي فحصل الاتفاق ونال بيتسو جزاء الاجتهاد والطموح الذي لا سقف له اما كيف فكر فريقهم بقيمة ومرجعية وجماهيرية الاهلي في انتداب مدرب من جنوب افريقيا بدون ادنى مكابرة او مزايدة ومن دون ركوب لجنون العظمة فهذا ما ينم عن الاحترافية والنباهة والعنق الذي يكتسب لأي شخص يكتسب لأي شخص يأتي لقيادة فريق مؤسسي مثل الاهلي لا يصنع نفسه رهينة لقوة الظلام وبيقول ان يوم الفاتح من اكتوبر 2020 وصلت ادارة الاهلي لاتفاق مع بيتسو موسيماني وبينهي مقالته بيتسو موسيماني الذي نال برونزيت المنديال مرتين واعتلى في تاريخه التدريب قمة افريقيا في ثلاث مناسبات هل هو ام البلجيكي ماركت فيلموت الذي حضر للرجاء في هودج كازب بصيرة ذاتية فارغة فراغ فؤادي مموسى وبعد ثلاثة اشهر خرج من عرين الرجاء وقد ادرك جميع خطأ الوصف ووهم التسميات اللي هو مين المدرب العالمي ايوه بالله عليكم متى سنتعلم يا ناس شكرا 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 شكرا